اشتركوا في القناة هل سنرى استمرار لتراجعات كبيرة ممكن انه نعتبرها ايضا موجة تصحيحة يستفيد منها السوق الآن بسم الله الرحمن الرحيم يعني خليني اقوله حيك في البداية ان احنا لو نرجع بس بالذكرة الاسبوع اللي فات والاسبوع اللي قبله ويمكن اللي قبله كمان واحنا بنتكلم وكلمنا هنا اكتر من مرة عن ترقب لحركة تصحيحية ممكن تحصل في المؤشر وحيكون بيقودها التجاري الدولي في حال حدوثها ويمكن حتى الاسبوع اللي فات كمان يعني اتكلمنا على الصعود اللي حصل في مؤشر اي جي اكس 70 لو تذكر حياتك وقلنا ان دي عمليات مضاربات حادة جدا بتحصل على الاسهم وحذرنا المتعاملين من الانجراف خلف هذه المضاربات على اعتبار ان في اي لحظة ممكن التجاري يبتدي يظهر فيه ضغط بيعي وبالتباعية ممكن يبتدي يحصل حركة تصحيحية فيعني ده اذا اتكلمنا على جزئية الناحية الفنية اللي كانت ظهرة جدا جدا في السوق على مدار الاسبوعين ثلاثة اللي فاتوا سواء على المدى اليومي في بعض المؤشرات الفنية او على المدى الاسبوعي ان هناك حركة تصحيحية مرتقبة مما لا شك فيه طبعا ان الاسواق دايما بتكون مرتبطة مع بعضها ارتباط كامل ممكن تكون يعني بتنفصل جزئيا بعض الاوقات لكن في البيج موفمنت او في الحركات القوية اوي لازم حيبقى فيه ارتباط خاصة لو كان فيه الاتجاه الهبوطي فاللي نقدر نقوله ان اللي حصل في امريكا او التراجعات الكبيرة اللي حصلت هناك دي يمكن سرعت من هذه الحركة التصحيحية نسبيا ولكن لو بصينا على الاداء بتاع السوق النهاردة هنلاقي ان المتأثر الاكبر هو التجاري الدولي ويمكن ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه خلال اسبوعين اللي فاتوا ان التجاري الدولي بالذات دون عن بقية القياديات ويمكن مؤشر اي جي ايك سبعين كمان عنده اشارات سلبية كتيرة بتقول انه ممكن يحصل فيه عمليات تصحيح على الاجل القصير وقد تمتد للاجل المتوسط لكن مع نهاية الجلسة ومع الارتداد اللي حقيقة اشارتي اليه يمكن تقريبا المؤشر عوض نص الخسائر بعد ما كان حوالي 490 نقطة تراجع عوض يمكن نصهم وقفل على حوالي 244 نقطة بس تراجع ونفس الموضوع في جي ايك سبعين بعد ما كانت وصلت الخسائر لأكثر من 30 نقطة قفل على 20 نقطة فقط وده معناه ان احنا اوتوماتيك بكرة المؤشرات اذا طبعا ما استمر الارتداد اللي احنا شايفينه في الفيوتشر على مؤشرات السوء الامريكي ان احنا ممكن نفتح على ارتفاعات طفيفة نسبيا او المؤشر يقلب اخضر على الاعتبار ان احنا يعني بنعتمد على الاغلاق المتوسط وليس اغلاق اللاست برايس وإلا لو كنا على اللاست برايس كان ممكن المؤشر يقلب اخضر فيه نهاية الجلسة النهاردة لكن اللي اقدر اقوله حياتك ان الحركة التصحيحية مازالت موجودة وان ممكن يحصل ارتداد تصحيحي لأعلى هتكون فرص خاصة في الاسهم اللي شكلها الى حد ما مش ايجابي لتقليل المراكز فيها لانه ممكن تظهر ضغوط باعية جديدة في بعض الاسهم التانية لا النهاردة وسلت لدعوم وقد تشهد ارتداد تصحيحي لأعلى وبرضو يستغل هذا الارتداد في عمليات التقليل نسبية بس هنشوفه استاذ ايهاب يمكن ردة فعل اكثر لشهادات الجي دي ار بالنسبة للشركات المصرية يعني مدرجة شهاداتها كردة فعل على تراجع ايضا الاسواق الاوروبية وتحديدا في بورسة لندن يعني احنا ما بقناش دلوقتي مرتبطين قوي بموضوع الجي دي ار وخلينا برضو ناخد بالنا من نقطة اساسا هو مرتبط بالاسواق العالمية فبالتالي مع اي حركة في الاسواق العالمية هو بيتفاعل معها هنا في السوق فاذا حصل هناك الارتداد مع نهاية الجلسات النهاردة ممكن ده الى حد ما يدعم من اداء السوق بكرة سواء على الجي دي ار او على السوق المصري وبالتالي السوق يشهد نوع من الارتداد الطفيف وان كان حيكون ارتداد في المؤشر لكن في الاسهم هتميل للحركة العرضية نسبيا لان الارتداد حيكون جاي من التجاري لأن التجاري زي ما حيك قلت وصل إلى 73.5 جنيه مهاردة يعني كانت تنفيذات سريعة في البداية ثم ارتد ال76 الارتداد ده هيأثر على المؤشر وبالتالي ممكن نشوف المؤشر أخضر شوي لكن لو حصل ضغط طبعا على السوق الأمريكي في التدولات الفعلية مع نهاية اليوم أعتقد ده طبعا هيأثر طبعا مرة تانية على السوق ويرجع يحصل استكمال للتراجعات طيب إحنا اليوم أيضا عم نتابع يمكن سهم الشرقية للدخان اللي كانت قادت بالأمس نوع من الارتفاعات على السوق أستاذ إيهاب هل الارتفاعات يعني واليوم سهم عم يتراجع مع التراجعات اللي عم يشدها السوق ككل يعني هل ما حدث على الشرقية للدخان هو عملية استباقية يمكن لقرب دخوله بمعاشر مورغانستاني والمراجعة الشهرية إحنا اللي مرتق بينا هذا الشهر يعني خليني بس أكلم في الأول على الارتداد اللي حصل مبارح اللي حصل مبارح كان مش صعود ولكنه ارتداد يعني احنا كنا قبلها بجلسة متراجعين بشكل قوي جدا وبالتالي كان طبيعي أن يحصل ارتداد في حدود 40-50 نقطة وهو يمكن حوالي 46 نقطة الارتداد وكان مدعوم برضو ببعض الأسهم القيادية ومنها طبعا الشرقية للدخان هي دعمة المؤشر وإن كان وزنها النسبي طبعا لا يرقى لسهم زي التجاري الدولي لكن إلى حد ما كان دعمت هذا الارتداد بالنسبة للسهم نفسه آه طبعا ما فيش شك أنه لو دخل مؤشر مورجن ستالي مما لا شك فيه يكون الأثر إيجابي على الشركة ولكن خلينا برضو نرجع للسوق يعني إذا كان السوق ساعتها في وضع يسمح له باستمرار أو بموسط أداء إيجابي ممكن ساعتها السهم يكمل لكن لو السوق كان في ظل الحركة التصحيحية اللي ممكن زي ما قلنا تمتد للأجل المتوسطي ما بالتالي طبعا مش حيبقى فيه أثر إيجابي كبير طيب سودك تم إيقاف عن التداول الآن وما زالت السوق ببعض التوضيحات الخاصة في استحواذ ريبولد أدفايزرز على 10% من سودك هذا الاستحواذ إذا ما تم يعني أستاذ إيهاب قد رح يكون أيضا إليه أثر على السهم خلال الفترة القادمة برضو حيبقى نفس الموضوع يعني الأثر إيجابي أو سلبي مش حيبقى مختلف عن أداء السوق المستثمرين دلوقتي كل تركيزهم مصبع على مجمل أداء السوق حيكون شكله إيه يعني مسألة أن فيه سهم يشز عن القعدة لأي كان خبر جوهري حتى لو كان استحواذ بقى أعلى من السعر السوقي هنبص نلاقي أن الأصل في الموضوع هو أداء السوق خاصة في التراجعات الحادة اللي احنا بنشوفها دي يعني إذا كانت تراجعات مثلا في 50 نقطة 100 نقطة آه ممكن يكون في بعض الأسهم تتأثر بأثر إيجابي نتيجة للأخبار المتعلقة بيها وأي أن كانت مكانة الأخبار الجوهرية لكن لما يكون 200 و300 و400 و500 نقطة زي ما شفنا النهاردة يبقى بالتالي ما فيش ساهم هيقدر يشز عن القعدة ويصعد أو يؤدي بشكل إيجابي لأن دي بتكون نتيجة من توقعات سلبية على الأجل المتوسط نتيجة لإستمرار التراجعات على مجمل السوق ككل سؤال سريع أستاذ إيهاب وباختصار لو سمحت يعني الاحتياط النقدي اللي تحدث عنه طارق عامر يعني دائما عم نشوف إعلانات بالنسبة لإحتياط النقدي لكن لم نسمع أي أرقام فيما يخص الدين الخارجي لمصر يمكن آخر أرقام وردت في يونيو لماذا لم تعد تترافق يعني الدين الخارجي مع الإعلانات الخاصة يعني الاحتياط النقدي وباختصار لو سمحت يعني أنا ما عنديش طبعا إجابة على هذا السؤال اللي يسأل في هذا البنك المركزي لكن يعني بشكل عام الارتفاع اللي حصل في الاحتياط النقدي ده بيرجع بشكل أساسي للأزون والسندات اللي يمكن تجاوزة العشرين مليار دولار فيه خلال العام الماضي فيه الاستثمار فيه الزون والسندات الحكومية نظرا لارتفاع الكبير في أسعار الفايدة وأشكرك أستاذ إيهاب سعيد مدير قسم البحوث بشركة أصول لتدول الأوراق المالية كنت معي مباشرة من القاهرة